الديوان الأميري ووزارة التجارة والصناعة هما الأكثر فعالية في آليات ترشيد الإنفاق هذا ما أكده الباحث في الشؤون الاقتصادية عبدالله السلوم في حوار مع القبس الإلكتروني المتغيرات خارج النطاق التي لا نستطيع أن نتعكم فيها نسبتها وايد كبيرة ويفترض أن ننظر فيها ونحول الوزن إلى متغيرات داخل النطاق بمعنى التعداد السكاني بازدياد مستمر المواطنين والكثافة السكانية بارتفاع مستمر فطبيعي أن بند الرواتب يزيد سنة عن سنة وصلنا إلى مرحلة أن المصروفات الاستهلاكية المتغيرة التي تزيد كل سنة ترتفع نصف مليار دينار سنويا فيفترض أن نحن نيب شيء مرادف لهذا الانخفاض أو الزيادة بالمصروفات بالإرادات الزيادة بالإرادات نحن لا نعلم إلا الإرادة النفضة ومعتمدين عليه بنسبة تقريبا 87% إلى 88% وهذا أمر خطير بمعنى أن النفط ندرته هي التي تحكم إذا يصبح عندنا عجز أو فائض بالميزانية فلما قمنا وبينا الأمور هذه بالمعادلات اكتشفنا أننا لابد أن نأخذ خطوة جادة لتحسين أداء الاقتصادي من خلال تعزيز الصادرات أو خفض الواردات أو كلاهما الذي بالنهاية يرفع جمالي الناتج المحلي ولكن في عندنا مؤشرات التي هي متغيرات داخل المنطق كآليات ترشيد الإنفاق وأداء جهات مؤسسات الدولة في هذه الآليات واكتشفنا أن الديوان الأميري هو الأفضل في آليات ترشيد الإنفاق وتلي وزارة التجارة وبعدين تلي وزارة النفط وعندنا وزارة الأشغال من مستويات المنخفضة ويدار العامل الطيران المدني هي الأخيرة في آليات ترشيد الإنفاق وكفاءتها لذلك أنا أرى أن وزارة المالية عليها أنها تأخذ بتوصيات بالنهاية تصف في صالح إجمال الناتج المحلي بشكل مستدام مو بشكل يرفع إجمال الناتج المحلي هالسنة والسنة اللي وراها يرجع إلى نفس المستوى السابق ولكن بشكل مستدام من خلال تحفيز الصناعات المحلية وزيادة تصديرها للخارج وتقليل المواد اللي يتم استيرادها من الخارج من أجل طبيعة استهلاكية هذا لا طبيعة إنتاجية لإعادة التصدير ترجمة نانسي قنقر